إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أعلنت الحكومة المحلية في محافظة أربيل زيادة حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات وسيولة التي اجتحت المحافظة في 17 من شهر كانون الأول الجاري جراء الأمطار الغزيرة وقال المحافظة مدخشنة في مؤتمر الصحفي أن فرق الدفاع المدني لا تزال تبحث عن جثة اثنين من الضحايا أحدهم رضيع بعمر عشرة أشهر والآخر شاب كان راعيا جرفته المياه ولم يتم العثور على جثتيهما كما أعلن المحافظة أن تقييم الأخير الأضرار يشير إلى أنها تفوق مبلغ 21 مليار دينار عراقي الذي تم الإعلان عن السابق مشيرا إلى تلقيهم 3276 استمارة من المواطنين عن الأضرار التي لحقت بهم وهي ثلاثة أنواع تتعلق بضرر أثاث المنزل والآخر المنزل مع الأثاث والثالث المنزل والسيارة والأثاث كما كشف عن تضرر 1720 مركبة للمواطنين مع الحق الأضرار ب375 منزل ترجمة نانسي قنقر